ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي ساعة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا عما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله زيادة النعم ودفء النقم أيها المسلمون قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم ونسخ آثارهم وعمالهم قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان وما في الأرض هاركة أو سكون إلا بمشيئة الله وإرادته وما في الكون كائنة إلا بتقدير الله وإيجاده والدنيا طافهة بالأنكاد والأكدار مدبوعة على المشاق والأحوال والأوارض والمهن فيها هي كالحر والبرد لابد للعبد منها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والمصائب محن يتبين بها الصادق والكاذب قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولكد فتن الذين من قبلهم فليألمن الله الذين صدقوا وليألمن الكاذبين أيها المؤمنون علموا أن المرأة يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمهن آدم سجد له الملائكة ثم بعد برحة يخرج من الجنة وما لابتلاو إلا أخص المقاسد وخلاف الأمان ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرر رياه بما لا تشتهي السفن المقاسد والكل حتم يتجرع مرارته ولكن ما بين مقل ومكثر يبتل المرء على قدر دينه يبتل المؤمن ليحذب لا ليعذب إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزأ فله الجزاء رواه أحمد فتن في السراء ومحن في الضراء وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والمكروه قد يأتي بالمحبوب قالت العرب رب ضارة النافعة وكذلك المرغوب قد يأتي بالمكروه قال تعالى وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله أيها المؤمنون بالابتلاء يرفع شأن الأخيار ويؤذم أجر الأبرار محن الفتاة يخبرنا عن فبل الفتاة النار مخبرة بفبل الأنبر يقول سعد بن عبد الوقاس رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أشد البلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خديعا وفي السرء البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه قال بعض أهل العلم من خلقه الله للجنة لم تذل تأتيه المكاره ودريق الابتلاء معبر الشاق ودريق الابتلاء معبر الشاق تئب فيها آدم عليه الصلاة والسلام قال أزوجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا عجم إن هذا أدو لك ولزوجك فلا يكرجنكما من الجنة فتشقى ورمي في النار الخليل عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجألناهم الأخسرين وأبطج للذبه إسماعيل عليه السلام قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وألقي في بطن الهوت يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاذضة فذن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقاص الظر آيوب عليه السلام وآيوب إذ نادى ربه أني مسني الظر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشبنا ماذه من الظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبدين وبيع بثمن بخص يوسف عليه السلام وألقي في الجب وألقي في الجب وغذ إفكا وفي السجن ظلما قالوا يا أبانا إنا ذحمنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميشه بدم كذب قال بل سولا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وآلج أنواء الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل وألم أيها المؤمن أنت على سنة لابتلاء سائر والدنيا لن تصف لأهد ولو كان منها ما ناله ولو نال منها ما ناله أن ينال لكن أنت متعبد بالصبر والدعاء ولا تعز من روح الله وإن دال البلاء فالفرج قريب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب وصلفاتها الأبواب وهو الكريم وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأهد إلا المؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إيساني والشكر له على توفيقه وامتناني والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باين حقا يا أخو يموان مسلمي خوزو رعنا الله حقیقا نجيز رعنا سا أتخين سا رعنا الله أكوه كارن نئمومي دا تنكو دا دکان مسيفو يأخو مسلمي أبنجي تالا يا أكاد دار دکان أبو نزي فارو أتخين حليطان سا دونيا هنا أبو يا أكاد درامة سا أجال يا ربو تا أبو بوان دا دکان أيوكا نقدر آدن زيه كما ألا يا أكاد دار وقتا أبو بوان تنكا في أحليط ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر